لنقوم بتحقيق هدفنا الثاني لهذا الدرس وهو أن يحل الطالب المسألي السابعة من تمارين بحث الدواء المركبي في الصفحة 175 طبعا هذه مسألة أخيرة من تمارين البحث السؤال السابع صفحة 175 يقول ليكون C الخط البياني للتالي F المعرفي على المجال والصفر المفتوح حتى الزائد لنهاي بالعلاقة Fx تساوي لوجاريتم EOSX-1 على EOSX زائد 1 الطالب الأول أوجد معادلة كل مقارب الخطسي موازن لأحد المحورين الإحداثيين ودرس الوضع النسبي الخطسي مع كل مقارب وجدها هداية جميعنا يعلم نحصى على المقاربات بأخذ النهايات على أطراف مجموعة التعريف دي نفرض أنه إحنا ما بنعرف مجموعة التعريف هذه الدالة ومطلوب منه إيجاد مجموعة التعريف طلابنا هذه الدالة لوجاريتمي مركبي معرفي لما يكون ما داخل اللوجاريتم أكبر تماما من الصفر EOSX-1 على EOSX زائد 1 أكبر تماما من الصفر انظروا جميعا بحل المتراجحة ندرس إشارة الكسر بإمعان النظر في هذا الكسر المقام لحنا ضمنانينه موجب إشارة الكسر من إشارة البسط كيف لحنا ضمنانين المقام موجب؟ لأن الدالة الأسية موجبة دوما ولا تنعدم زائد واحد صفة موجبة لذلك إشارة الكسر من إشارة البسط اللي هو EOSX-1 هاي X وهاي EOSX-1 من ناقص لا نهاية للزائد لا نهاية معرفة دالي أسي EOSX-1 بساوي صفر عند الصفر قبل الصفر سالب بعد الصفر موجب أريد المجالات التي تجعل البسط موجب رح تكون من الصفر للزائد لا نهاية لذلك مجموعة التعريف من الصفر حتى الزائد لا نهاية لإيجاد المقاربات رح أوجد النهاية عند الصفر من اليمين والنهاية عند الزائد لا نهاية طبعا هذه الدالة مستمرة واشتقاقية على مجموعة التعريفة نهاية FX لما X تسعي للصفر بقيم أكبر رح عوض مباشرة داخل اللغاريتم عملية تعويضنا طلاب هي عملية إدخال النهاية جوات اللغاريتم بيصير عندي لغاريتم E0 ناقص 1 على E0 زائد 1 جميعنا يعلم أن E0 يساوي الواحد 1 ناقص 1 صفر على 1 زائد 1 2 صفر على 2 صفر حصلت على لغاريتم الصفر هذا صفر موجب لغاريتم الصفر في الناقص لا نهاية لأن نهاية لغاريتم X لما X تسعي للصفر يساوي ناقص لا نهاية وعليه أستنتج X يساوي الصفر مقارب شاقول الخط C والخط على يمين المقارب بحسب النهاية عند الزائد لا نهاية نهاية FX لما X تسعي للزائد لا نهاية هي لغاريتم لنهاية دخلت النهاية جوات اللغاريتم عوضت E0 زائد لا نهاية زائد لا نهاية E0 زائد لا نهاية زائد لا نهاية حصلت على لغاريتم لا نهاية على نهاية في عندي عدم تعيين جوات اللوغاريتم لإزالة عدم تعيين طلابنا في هذه الحالة ماذا سوف أفعل سوف أخرج اي اوس اكس عامل مشترك من البسط ومن المقام انظر أنا دخلت النهاية جوات اللوغاريتم بهذا الشكل نهاية اكس لما اكس تسعيل زاد لا نهاية تسوي لوغاريتم لنهاية نهاية دخلت أخرجت من البسط اي اوس اكس ومن المقام اي اوس اكس في البسط فتحت قوس صف عندي واحد ناقص واحد على اي اوس اكس في المقام فتحت قوس بعد ما اخرجت اي اوس اكس واحد زاد واحد على اي اوس اكس اي اوس اكس بالبسط مع اي اوس اكس بالمقام راحت صفت لوغاريتم لنهاية واحد ناقص واحد على اي اوس اكس على واحد زاد واحد على اي اوس اكس هلق بعد ما اختصرت بعوض جوات اللوغاريتم يعني بحسر بالنهاية عدد على نهاية لأن Us لا نهاي لا نهاي U زاد لا نهاي زاد لا نهاي عدى على نهاي صفر صار عندي 1 ناقص صفر على 1 زاد صفر 1 على 1 1 نهاية الواحد لما يكسس على زاد لا نهاي 1 لغارتم الواحد الصفر يكون لغارتم الواحد صفر معناة Y يساوي صفر مقارب أفقي للخط C في جوار الناقص لا نهاي يكون y يساوي 0 مقارب أفقي الخطسي في جوار الناقص لا نهاية أو في جوار الزائد لا نهاية نعم لأنه نحن نحسب النهاية عند الزائد لا نهاية الآن سوف أقوم بدراسة الوضع النسبة الخطسي مع المقارب الأفقي y يساوي 0 شو رح أعمل؟ رح أدرس إشارة fx ناقص 0 fx ناقص 0 هي fx التي تساوي لغارتم eos x زائد 1 على eos x ناقص 1 انظروا سوف أدرس إشارة fx نعدمها fx يساوي 0 معناة لغارتم eos x زائد 1 على eos x ناقص 1 يساوي 0 معناة ما داخل لغارتم قديش 1 هذا يعني لما fx يساوي 0 إذا عدمنا fx يساوي 0 هذا الحكي بيعني أنه جوة اللغارتم صار 1 أريد أن أدرس إشارة هذا المقدار إذا أنا بدي حل المعادلة جتاء الطرفين يساوي جتاء الوساطين بيصير عندي eos x ناقص 1 يساوي eos x زائد 1 راحة eos x مع eos x صف عندي 0 يساوي 2 وهذا مستحيل معناته لا ينعدم fx لا ينعدم وأنا بقدر مباشرة من خلال النظر إلى جدول التغيرات أن أستنتج هذا الكلام إن درسنا التغيرات قبل وضع النسبة طبعا fx لا تنعدم لأنه أخذ جداء الطرفين يساوي جداء الوساطين راحة eos x مع eos x صف عندي 0 يساوي 2 وهذا مستحيل بدنا ندرس إشارته بوقل الواحد على الطرف الإسر بيصير عندي eos x ناقص 1 على eos x زائد 1 ناقص 1 يساوي بوحد المقامات بضرب هون eos x زائد 1 تبع المؤشر بيصير عندك eos x ناقص 1 ناقص eos x زائد 1 إخخلت الناقص على القوس صار عندي ناقص eos x ناقص 1 على eos x زائد 1 eos x راحة مع eos x ناقص 1 ناقص 1 ناقص 2 على eos x زائد 1 بمعان النظر في عبارة fx ناقص y في عبارة fx ناقص y نعم أو في بعان النظر بهذا الشكل ناقص 2 على eos x زائد 1 أصغر تماما من الصفر هذا يعني أن c تحت دلت ناقص 2 على eos x زائد 1 أصغر تماما من الصفر لأن البسط سالب دوما والمقام موجب دوما لأن البسط سالب دوما والمقام موجب دوما وهذا يعني أن المقدار fx سالب دوما هذا يعني أن المقدار fx سالب دوما جنا بننا نعدمه ما نعدم نعم بناء على هالكلام هاد لما fx يساوي صفر جدلا لما fx ساوت الصفر جدلا eos x ناقص 1 على eos x زائد 1 ساوت الواحد شو النتيجة؟ النتيجة كان المقدار سالب وعليه يكون c تحت المقارب تلتا الآن طلب الثاني ادرس تغيرات الدالي f ونظم بها جدول نريد دراسة تغيرات الدالي f نتذكر قاعة الربط قاعة الربط هي fx التي تساوي logarithm eos x زائد 1 على eos x ناقص 1 وجدنا طلاب أن مجموعة التعريف هي من الصفر للزائد لا نهائي وهذه الدالي مستمرة واشتقاقية على مجموعة التعريفة نحسب النهايات عند الصفر من اليمين وعند الزائد لا نهائي باستفيد من الطلب السابق نهاية fx لما x تساعل الصفر من اليمين طلعت معين اقص لا نهائي باستنتاجت x يساوي صفر مقارب شو أقولي وبحسب النهاية عند الزائد لا نهائي نهاية fx لما x تساعل الزائد لا نهائي الجواب صفر نوجد الفتحة x نحسب الفتحة x الفتحة x يساوي في الحقيقة هاي اف اكس بقدر اشتقها مشتق ما داخل لغارتم على ما داخل لغارتم وبقدر وزع اللغارتم على البسط والمقام ثم اشتق يعني لغارتم البسط ناقص لغارتم المقام عهل وضعي هاي قول على القوس فتحة مشتق مشتق اف اكس كتبت مشتق البسط ناقص مشتق المقام فقط سهولة العمل مشتق المقدار الاول مشتق لغارتم اس اكس ناقص واحد ومشتق ما داخل لغارتم على ما داخل لغارتم اس اكس على اس اكس ناقص واحد ناقص مشتق لغارتم اس اكس زائد واحد هو اس اكس على اس اكس زائد واحد هلق بوحد المقامات بضرب الكسر الاول باس اكس زائد واحد والكسر التاني باس اكس ناقص واحد بسط مقام بيصير عند اس اكس مضروبي بEOS X زائد 1 ناقص EOS X مضروبي بEOS X ناقص 1 على المقام المشترك EOS X زائد 1 بEOS X ناقص 1 فك القوس بيصير عنده في البسط EOS 2X زائد EOS X ناقص EOS 2X زائد EOS X EOS 2X راحت مع EOS 2X زائد EOS X زائد EOS X هي 2 EOS X المقام EOS X زاد 1 EOS X ناقص 1 نستطيع النظر إليه على أنه متطابقة جداء مجموعة دذين بفرق والتي تساوي مربع الأول ناقص مربع الثاني مربع EOS X هي EOS 2 X مربع الواحد واحد خلاصة الكلام الفتحة X هو المقدار 2 EOS X على EOS 2 X ناقص 1 واضح أنه لا ينعدم الفتحة X لا يساوي صفر لأن البسط EOS 2 X أو 2 EOS X EOS X موجب دوما ولا تنعدم البسط ما بينعدم إشارته من إشارة المقام المقام طلابنا بينعدم عند الصفر قبل الصفر سالب بعد الصفر موجب مجال دراسة ثويل بعد الصفر معناته كمان المقام موجب كمان المقام موجب لأنه مجال دراستنا لحنا من الصفر للزائد لنهاية ما نعم ندرس على كل R المقام موجب على المجال من الصفر للزائد لنهاية والبسط موجب الموجب على موجب موجب هذا يعني أن الفتحة X موجب دوما ولا ينعدم هذا يعني أن المشتاق موجب دوما ولا ينعدم بناء على ذلك أستطيع أن أنظم جدول التغيرات التالية X فتحة X X مجال دراستها من الصفر للزائد لنهاية المشتاق موجب ولا ينعدم نهاية F X لما X تسعى للصفر من اليمين ناقص لا نهاية والنهاية عند الزائد لنهاية زائد لنهاية من الأفضل أن أضع هنا عدم تعريف بشأن الدراسي أدق من ناقص لا نهاية حتى الصفر أدى لمتزايد تماما ووضح طلابنا من جدول التغيرات أرى أنه لا يوجد أي قيم حدية لا كبرى ولا صغرى ولا شاب الطالب الثالث استنتج من جدول التغيرات أن المعادة لFX يساوي اللمدة حلا وحيدا من أجل أو في حالة أو حلا وحيدا ينتمي إلى المجال من الصفر لزائد لنهاية في حالة اللمدة أصغر من الصفر ثم أوجد هذا الحل بدلالة اللمدة استنتج من جدول التغيرات خلونا نرسوم جدول التغيرات مشان نناقش هذا الكلام هاي X هاي F فتحة X هون F X مجال الدراسي من الصفر حتى الزائد لا نهاية المشتق موجب دوما ولا يعدم النهاية عند الصفر طلعت معي ناقص لا نهاية والنهاية عند الزائد لا نهاية صفر والدالة متزايدة تماما استنتج أن المعادلة F X يساوي لمدة حلا وحيدا ينتمي إلى المجال مصفر لزائد لا نهاية طلاب من الواضح أن الدالة متزايدة تماما على المجال مصفر لزائد لا نهاية من الواضح أن هذه الدالة متزايدة تماما على المجال مصفر لزائد لا نهاية كلمة متزايد تماما تعني وجود الحل الوحيد ذلك أقول من الواضح أن هذه الدالة متزايدة تماما على المجال من الصفر حتى الزائد لا نهاي وتأخذ قيمها على المجال من ناقص لا نهاي حتى الصفر هذا الحكي أنا من وين حصلت عليه هذا الكلام حصلت عليه من جدول التغيرات من الواضح أن الدالة متزايدة تماما على المجال من الصفر لا زائد لا نهاي وتأخذ قيمها على المجال من ناقص لا نهاية حتى الصفر فهي دال للتقابل تربط عدد وحيد بعدد وحيد هذا يعني أي أن كانت لمدة تنتمي إلى المجال من ناقص لا نهاية إلى الصفر نجد أن للمعادلة fx يساوي لمدة حلا وحيدا من المجال من الصفر حتى زائد لا نهاية انظر على أي أساس أثبتنا أو استنتجنا الحل الوحيد هو أن الدالي متزايد تماما على مجموعة تعريفة يعني دالي مضطرد الدالي متزايد تماما على مجموعة تعريفة على كل df وتأخذ قيمها على المجال من ناقص لا نهاية حتى صفر أي أن كانت لمدة تنتمي إلى المجال من ناقص لا نهاية حتى الصفر لأنه لمدة تساوي fx فإن للمعادلة fx يساوي لمدة حلا وحيدا ينتمي إلى المجال من الصفر حتى الزائد لا نهاية لأن الصور تأخذ قيمها على المجال السالب بينما المتحولات والحلول عبي أخذ قيمها على المجال الموجب الآن أوجد هذا الحل بدلالة اللمدة أيقنا من خلال التزايد التام لهذه الدالي أن المعادلة fx يساوي لمدة حل وحيد أريد هذا الحل بدلالة لمدة يعني عمليا طلاب سوف أحل المعادلة fx يساوي لمدة نحل المعادلة fx يساوي لمدة رح أحصل على حل x رح ينكتب بدلالة لمدة ورح برهن وحدانية الحل رح نبرهن أو رح نتيقن من خلال شكله من وحدانيته انظر في الحل نحل المعادلة fx يساوي لمدة رح أعوض fx بقاعة ربطة لغارتم eus x ناقص 1 على eus x زائد 1 يساوي لمدة انظروا أريد أن أحصل على حل أكتبه بدلالة لمدة معناته أنا شو بدي أعمل؟ نعزل x علي أن يعزل x لغارتم مقدار يساوي لمدة معناته ما داخل اللغارتم هو eus لمدة eus x ناقص 1 على eus x زائد 1 هو eus لمدة eus x ناقص 1 على eus x زائد 1 يساوي eus لمدة شو بدنا نعمل؟ بدنا نعزل x نأخذ جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين eus لمدة مضروبي بeus x زائد 1 eus x ناقص 1 مضروبي في 1 بدخل eus لمدة على القوس eus لمدة بeus x زائد eus لمدة يساوي ناقص eus x زائد 1 نقلتهم كلهم على الطرف الاسر هلق الحدود اللي بتتعلق بeus x تخليها مع بعض والحدود المستقلة عن x برجحها على الطرف الاسر بيصير معي طلاب eus lambda b eus x ناقص eus x هدول بالطرف الاسر وأخرجت eus x عامل مشترك منهم صار عندي eus لمدة ناقص 1 مضروبي بeus x لحدود المستقلة عن ال x هي eus لمدة انتقلت على الطرف الثاني صارت ناقص eus لمدة والزائد 1 انتقلت على الطرف الثاني صارت ناقص 1 هلق eus x هي الحر على المقيد eus x هي ناقص eus لمدة ناقص 1 على eus لمدة ناقص 1 اكتبها بهيئة افضل فقط بس بدي اعدل بكتابتها مشان تصير اوضح بالنسبة لي رح اخرج الناقص وعمل مشترك من البست والمقام وروحهن مع بعض راح اخرجت الناقص من البست صار عندي eus لمدة زائد 1 من المقام اخرجت الناقص صار عندي ناقص eus لمدة زائد 1 كتبتها 1 ناقص eus لمدة سالب بالبست مع سالب بالمقام راحه صفت eus x هي eus لمدة زائد 1 على 1 ناقص eus لمدة هي eus x معنى تمينه x x هو اللوغاريتم x هو لوغاريتم eus لمدة زائد 1 على 1 ناقص eus لمدة x هو لوغاريتم eus لمدة زائد 1 على 1 ناقص eus لمدة طلابنا الدالي اللوغاريتمي هي دالي وحيط القيمي ومتزايد تماما دالي اللوغاريتمي دالي وحيط القيمي وهي دا للتقابل أيضا هذا يعني وحدانية الحل فقط أنت مطلوب منك تكتب الحل بشكل هذا X يساوي لغاريتم E أس لمدة زائد 1 على 1 ناقص E أس لمدة ومن الواضح أن هذا الحل معرف لما يكون اللمدة أصغر من الصفر وانا في عندي مقدار جوات لغاريتم هذا المقدار لضمان أن يكون موجب أريد إشارة للمقدار جوات لغاريتم البسط موجب دوما المقام أيمت بيكون موجب المقام بيكون موجب لما يكون الواحد ناقص E أس لمدة أكبر من الصفر يعني اللمدة بلها تكون من ناقص لا نهاية للصفر إذن وواضح أن هذا الحل معرف لما يكون اللمدة أصغر تماما من الصفر الطلب الأخير أرسم كل مقارب وجدته للخط ثم أرسم C المقاربات في عندي X يساوي صفر وعندي Y يساوي صفر إذن X يساوي صفر وعندي Y يساوي صفر نحن بحاجة إلى نقاط مساعدة طبعا X ما بتنعدم X لا تساوي صفر ما بقدر أعدم X لأنه مجال الدراسي ما الصفر لزائد لا نهاية نتذكر قاعة الربط طلابنا F X هي لغارتم E X X زائد واحد على E X X ناقص واحد أو E X X ناقص واحد عذرا على E X X زائد واحد طيب نعدم Y إذا نحن بدنا نعدم Y خلونا نرجع على جدول التغيرات باعتبارنا في عندي جدول التغيرات بدي يستخدم التقنيات الموجودة فيه هاي X وهاي F فتحة X وهاي F X بمعانا نظر طلاب في جدول التغيرات مجال الدراسي من الصفر لزائد لا نهاية وكان المشتاق مثل ما شفنا موجب النهاية عند الصفر كانت ناقص لا نهاية وعند الزائد لا نهاية صفر وكانت الدالة متزايدة شوفوا ال Yات أو F X F X كانت بالناقص لا نهاية تزايدت إلى الصفر ولم تصل إلى الصفر هل Y يساوي صفر؟ جدول التغيرات بيثبت لك أن Y ما بتساوي صفر وإذا إحنا بدنا نتأكد من هالشي بنفسنا إذا عدمنا F X ما داخل اللغاريتم بدي يساوي الواحد YS X ناقص واحد على YS X زائد واحد يساوي الواحد وهذا الشي طلع معنا مستحيل هذا الكلام طلع معنا مستحيل الحل إذا خذ جدال الطرفين يساوي جدال وسطين راح أحصى على المعادلة صفر يساوي اثنين وهذا مستحيل معناته؟ أنا ما عنده نقاط مساعدي خالص بالرسم أرسم بالمستوي الإحداثي راح أرسم الخط البياني طلاب بدون نقاط مساعدي عندي مقارب أفقي ومقارب شاقولي هذين المقاربين راح يساعدوني شوي في الحصول على شكل الدالي هنو وجدول التغيرات المقارب الأفقي هو Y يساوي صفر والمقارب الشاقولي هو X يساوي الصفر أنظر إقاط مساعدي لا يوجد لما كانت X عند الصفر من اليمين كانت الYات ناقص لا نهاي والذالي متزايد لما X تسعى إلى الزائد لا نهاي فإن الY تسعى إلى الصفر وتأخذ الخط بهذا الشكل كما هو موضح لدي من خلال هذه الرسم أنظر لم نحص على نقاط مساعدي رسمنا بناء على جدول التغيرات وبناء أيضا على خط أو على المقاربات فحصلنا على الخط البياني لهذه الدالي هذا طلابنا ما يتعلق بحل المسألة السابعة والأخيرة من تمارين بحث الدواء المركبة في الصفحة 175 أو حمس أو سبيل